أفد مراسل الإخبارية القوات المشتركة في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي محاولة حوثية للتسلل عبر الحدود بعد أن كبدتها خلال الأيام الماضية خسائر فادحة للحديث حول هذا الموضوع نضم إلينا من الربوع مراسل الإخبارية عبدالله النصار مساء الخير عبدالله أبدأ معك عبدالله يعني صف لنا الآن الأوضاع لديك وهل كان هناك خلال الساعات القليلة الماضية تسلل من الحوثين على الحدود السعودية فضل عبدالله مساء النور زميلي إسماعيل بالفعل كالعادة لازلزال محاولة تتسلل من المتسللين واختراق الحدود تتكرر على مدار الأيام في قطاع ظهران الجنوب وتحديدا قرب منفذ علم كانت صباح اليوم هناك محاولة يائسة كالعادة محاولة راجلة لبعض أفراد الحوثين من اختراق الحدود ولكن أيضا كالعادة تقف القوات السعودية ممثلة في كل القطاعات جدارا صامدا في وجه محاولات الاختراق المتكررة طبعا محاولة الاختراق صباح اليوم كانت في بعض المراكز التابعة لظهران الجنوب ما بين الربوع وبين ظهران الجنوب كانت هناك محاولة راجلة لبعض الأفراد التي باءت بالفشل وبانتظار أي محاولة أخرى ليتم القضاء عليها سأتحدث عن هذه المحاولة الاختراق وأيضا عن الحالات في الأيام الماضية مع ضيفي هنا العقيد المهندس الأستاذ أحمد مخرب قائد قطاع ظهران الجنوب المكلب بحرص حدود الرحب فيكم على ساعة العقيد في الإخبارية الله يقويكم ساعة العقيد كيف هي الأوضاع خلال الساعة الماضية ومحاولات الاختراق خلال هذا اليوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عشر من الإمبلياء والمرسلين أولا نشكر لقناة الأخبارية وقوفها الميداني على الحدث المتواجد في الشريط الحدودي ونقل صورة واضحة للمواطن الكريم والمقيم العزيز في داخل أرجاء الوطن أولا نحمد الله سبحانه وتعالى كان هناك عدة محاولات من يوم السبت لمحاولة اختراق الحدود من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وكانت جماعات كثيرة ما بين العشرين إلى ثلاثين طبعا راجلة كانوا يستهدفون الرقابات بالقناصة والمدافع الهاون ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى وقوة جدارنا الأمني سواء في القوات حرس الحدود أو القوات البرية وكذلك القوات الجوية تم دحر جميع هذه المحاولات وأصبحت محاولات فاشلة تكبد العدو من خلالها خسائر فادحة في الأرواح حيث أنه في اليوم الأول ما يقارب من ثلاثين إلى أربعين جثة وجدت في مسرع عمليات الاشتباكات سواء في مركز علب أو في مركز الربوعة ونحمد الله أنه إحنا صامدين مهما كان الوضع ولن نتهاوم في عملية دحر الميليشيات أو كذلك القوات المخلوع صالح عقيد أحمد كيف هي طبيعة محاولة الاختراق؟ راجلة بسيارات أفراد جماعات كيف هل تتنوع مرة أخرى أم سلوب موحد؟ في الحقيقة الميليشي الحوثي هي لا تمتلك القدرة الكاذية أن تتجاوز الحدود فهم يناورون بالمدفعية الهاون من بعد في سبيل إخلاء الرقابات أو الشريط الحدودي من التواجد العسكري هناك ولكن نحمد الله هناك تحصينات عمنية للأفراد والعاليات قد يصير هناك بعض الاستدابات أو كذا ولكن نحمد الله لم يتسجل عندنا أي حالة إصابات أو شهاداء في صفوف حرس الحدود أو الكوات البرية خلال الفترة الماضية هم يحاولون أن يخلون المنطقة الحدودية ومن ثم التقدم ولكن بما هم يرغبون إلى التقدم إلى المسار الحدودي تبادرون من النيران المدفعية موجب ردارات عندنا يتم رصد موقع تجمع المتسللين أو الحوثيين ويتم التعامل معهم وعلى حدث من الأحداث وقفت ولاحظت أن أكثر من ثلاثين أو من الخمسة عشرين إلى ثلاثين أن الكذيفة الهاون أو المدفعية كانت تتعامل معهم عن بعد تقريباً 35 كيلو ونحمد الله أنها أجدت مفعول طيب لم نرى إلا واحد منهم بداية تحرك من الموقع عقيد أحمد كيف تتعملوا مع التضاريس هنا؟ كيف الأليات تتعملوا فيها في تغطية هذا الشريط الحدودي صعب التضاريس؟ أولاً فنتكلم عن حرس الحدود بالذات فحرس الحدود جبل على التضاريس هذه منذ تعيين الفرد أو الضابط وهو معايش لهذه الطبيعة فلم يتغير عليه شيء يعني بالنسبة للقوات البرية فلديهم مهام عندنا من وقت إلى آخر خصوصاً قبل الحرب وكذا كان لهم جولات استطلاع ويتدربون على المناطق الجبلية بالنسبة لأفراد حرس الحدود فليس هناك جديد عليهم هي منطقة طبيعية بالنسبة لهم يتخفون فيها ويضعون المتارس والمصادات الأمنية لهم ولا فيه أي جديد عليهم بالعكس أنه نحمد الله يعني لم نلاحظ أي صعوبة على أفرادنا طيب رسالتك لكل من يحاول اقتراب الحدود وعقيد أحمد؟ والله رسالتي هي رسالة عقيدة أنه نحن نحارب من أجل عقيدة ووطن وسيادة لملك وطاعة لملكنا الملك سلمان أطال الله بعمره ومن يليه فنحن نحمد الله نحارب من أجل الدين والملك والوطن ثباتنا واحد وإن شاء الله نمنصورين والعدو مدحور بعكس الجانب الآخر مليشي الحوثي فهو يقاتل عن عقيدة ممنهجة علىها أيدولوجيا من قبل جهات أخرى أو كذا زرعت في أنفسهم حتى تغير الطبع بالمليشي الحوثي أصبح يعتقد أن الناس الذي أمامه أنهم لا يدينون بدين الإسلام أو أن الناس في الداخل من خلف الحدود وناس يختلفون عن الدين وليس لهم دين بالعكس ندين بدين الإسلام وإيدولوجيتنا ممنهجة على الدين الإسلامي بعكس ما لديهم أنا أعرف أن إيدولوجيتهم مستقام من دول أخرى وغرر بهم إلى أن نهجوا هذا النهج شكرا لك سعادة العقيد أنا أشكركم وأشكر الأخوان القائمين في القناة الأخبارية نعم شكرا لك طالعا نعم زميل إسماعيل أعود إليك كان هذا حديث العقيد متحدثا عن أهم العمليات صباح اليوم بقي لي أن أقول رسالة طبعا فريق الإخبارية جال على القوات الموجودة متوجدة على الشريط الحدود بكل فخر واعتزاز أنقل الروح المانوية القوية والعالية لأفراد الجيس وسلاح الحدود والحراس الوطني أنقل ما رأيته بفخر واعتزاز من إمكانيات مادية وبشرية تمكن من حماية حدودنا بكل قوة واقتدار أعود لك زميل إسماعيل نعم كان معنا من الربوع مراسل الإخبارية عبدالله نصار شكرا جزيلك عبدالله ولضيفك الكريم شكرا جزيلك عبدالله